أيضا مشاهدين الوقوف عند آخر التطورات الميدانية ينضم إلينا من صيدة من جنوب لبنان الصحفي محمد البابا سباح الخير محمد وأهلا بك معنا كيف يمكن وصف الوضع الآن بعد كل سباح النور بعد كل ما تعرضت له منطقة سور بالأمس بعد الأحياء التي تم إخلاء سكانها وبأتالي تعرضت للقصف كان هناك نزوح كبير كيف هو الوضع الآن وآخر مشاهداتك نعم يعني آخر التطورات هو يعني كان هناك غارات عند ساعات الصباح الأولى على بلدة تياطر أدت إلى سكوت إصابات يعني ثلاثة غارات أصابت أحد المباني السكنية في بلدة تياطر ثم كان الجيش اللبناني يحاول سحب الجرحة من هذا الموقع ثم أغار الطيران الحرب الإسرائيلي مما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر من الجيش اللبناني بعدما أعلن جيش اللبناني في بيان رسمي قبل قليل عن مقتل ثلاثة جنود لبنانيين من الجيش اللبناني بفعل غارة على بلدة تياطر أثناء محاولتهم لسحب مصابين من غارة سابقة أيضا الدخان يعم ونرى من مدينة صيدة دخان كثيف من بلدة عنقون بعد غارتين أصابت موقع داخل تلك البلدة حتى هذه اللحظة لا معلومات إن كان هناك مصابين في بلدة عنقون أو لا يوجد مصابين ولكن الدخان كثيف يعني حتى من أطراف مدينة صيدة من مدخل صيدة الشمالي يمكن رؤية كثافة الدخان تخرج من تلك البلدة الطيران الحربي الإسرائيلي منذ الثانية عشر أو منذ الحادي عشر ليلا حتى الساعة يعني حتى هذه اللحظة غارة على عدة بلدات مثلا كفار رمان لخيام مرتفعات الجبور عين بوسوار ميفادون معركة الطيبة أرنون أطراف العيشية جبشيت بنت جبال شقرة وادي برجوز الأسمية وأيضا عيت الشعب النباطية كفار ملكي الغسانية حروف زبدين جباع هذه البلدات وسكسكية هذه البلدات تعرضت لغارات من الطيران الإسرائيلي لإضافة هناك قصف مدفعي عنيف على برج الملوك لخيام الطيبي وأيضا قصف بالفسفوري على عيت الشعب وعلى جبل باسيل في راميا نعم أيضا يعني محمد هل نفهم ما تفضلت به بعد تعرض بعد القرى وهذا الكم الكبير من القرى الذي ما زال يتعرض للغارات الإسرائيلية بأن هناك جرحة وأيضا ربما قتلى لا يمكن إسعافها لا يمكن وصول سيارات الإسعاف لمساعدة هؤلاء هناك تخوف من تحرك فرق الإسعاف خاصة في الكرة القريبة من الشريط الحدوري في قضاء سور في قضاء بنت جبال أو حتى في قضاء مرجعيون لأن المسيارات التي لا تفارق السماء في جنوب لبنان هي تستهدف أي سيارة تحاول الانتقال بين بلدة وأخرى حتى هذه اللحظة هناك أكثر من 18 مسعف قضوا خلال هذه المرحلة أو خلال هذا الهجوم على لبنان منذ ثلاثة أسابيع حتى اليوم بفعل استهداف المسيارات لأي سيارة حتى دراجة نارية حتى آليات عسكرية للجيش اللبناني كانت سبقة وتم استهدافها أثناء تنقلهم بين بلدة وأخرى لذلك من الصعب على فرق دفاع المدني التنقل لقيام بإسعاف الجرحة هناك من تبقى في البلدات من رجال وبعض العائلات هي تحاول إسعاف بعضهم البعض خلال قيام الجيش الإسرائيلي بغارات على تلك البلدات هل يمكن أن يصلوا إلى المستشفيات؟ من الصعب كما يتداول أو كما يصلنا أن هناك إدارة ذاتية في كل بلدة هي تحاول معالجة الأمور خاصة البلدات في الكرة الحدودية ولكن بين الحين والآخر الجيش اللبناني مع الصليب الأحمر يحاول الدخول ولكن هناك خطر كبير على تلك الفرق في التنقل نعم هل من محصلة تقريبية لعدد القتلى والجرحة محمد؟ أو أنه من الصعب إحصاء الجرحة؟ نحن نسمع من السكان من النازحين أعداد القتلى كبير جدا لا يمكن إحصاءها هل هناك حصيلة رسمية تصدرها وزارة الصحة أصبح حوالي 2600 قتيل وأكثر من 10 ألاف جريح؟ ولكن الأرقام كبيرة جدا مثلا بالأمس أحدهم خرج من الذين نزحوا من الضحية الجنوبية بالتجاه الصيدة قال لنا أنه عند استهداف أبنين العام لحزب الله هذه الأبنية كانت مأهولة بالسكان ولكن هناك عائلات محيت بالكامل هناك عائلات كانت تسكن في أبنية سكنية تم تدمير الأبنية لحتى هذه اللحظة لا يمكن البحث عن ناجين لأن منطقة الضحية تعتبر منطقة غير آمنة الطيران الإسرائيلي يكون بالغارات أيضا في صور في النبطية في كفر رمان في كفرجوز حتى في عيتة هذه المناطق التي تم تدمير أحياء بأكملها من الصعب الآن الدخول بحرية والبحث عن ناجين أو مفقودين تحت الأنقال لذلك هناك مفقودين بأعداد كبيرة ربما بعد انتهاء العمليات العسكرية قد تتضح الأرقام بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر